السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متتبعاتي الكرام في الفيديو اليوم ستشاهدون معي أطيب وأحلى وأجمل بانكيك على طريقتي بمقادير بسيطة متوفرة في كل بيت وبمقادير كذلك مضبوطة إن شاء الله لأول مرة تزور القناة وتشوف هذا الفيديو نتمنى تشترك مع الضغط على الجرس باش تتوصل بكل ما هو جديد وكالعادة إذا كان عجبكم الفيديو شجعوني بلايك خلوا لي التعليق نتمنى لكم حبيباتي فرجة ممتعة للفيديو لتحضر هذا البانكيك لدي المقادير التالية لدي كاس حليب لدي كاس ونصفرينة أو طحين أبيض لدي ملعقتين كبار سكر لدي ثلاث ملاعق كبيرة زيت رشة ملح ملعقة صغيرة فانيليا وملعقة صغيرة خميرة الحلويات وحبتين من البيض الكاس يرتبط حوالي 200 مللتر نبدأ بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير في وعاء زوج حبات بيض حجم متوسط من الأحسن يكونوا في درجة حرارة الغرفة نخلط خلط خفيف هذا البانكيك لا يحتاج إلى خلط بزاف نحضر هكذا فقط بالفو اليدوي نضيف الملح نضيف ملعقتين كبارة على السكر نضيف كذلك نضيف كذلك نخفق هذا المكونات حتى نحسو السكر بدأ يدوب كما قلت لا يوجد خلطة كبيرة حاول دقيقة نضيف حليب نضيف حليب تقريبا عن 200 ميلو لتر من الحليب كذلك من الأحسن يكون في درجة حرارة الغرفة هكذا نضيف يوم الشرق نضيف حلاء نضيف كبد نضيف نصف كبد ونصف ضيف الملعقة الصغيرة والخميرة نضيف زيت 3 ملاعق كبيرة من الزيت طريقة تحضير التحضير نضيف زيت 5 أو 6 دقائق وصفة سهلة بمكونات بسيطة نضيف زيت 5 دقائق نضيف زيت 5 دقائق نضيف زيت 5 دقائق نضيف زيت 6 دقائق نضيف زيت 5 دقائق نحركها ببرك ونحركها ونحركها في الميقلات ونحركها الطيب على نار متوسطة وكما ترون العجينة رائعة ينتقبون كأنهم بغرير نحاول دائما نخلط الخالط يجب أن تحصلوا على خالط سائل يجب أن نجحوا فيهم نحن نحن لتحميرها من الجهة السفلية سوف يجبون كيف يجبون كما قلت لكم يجبون كامل متقوبين ونقلبهم هكذا على الجهة الأخرى بعدما تأكد أن يتحملوا على جهة نحمرهم على الجهة الأخرى وعندما يطيبون نحيهم يعني حوالي 3 أو 4 دقائق لكل حبة لا يأخذوا كامل الوقت كذلك ونكمل بنفس الطريقة حتى نكمل كامل الخالط كامل الكمية اللي عندي في الآخر هم لك هنا لبانكيك ديالي بعدما طيبتهم هذا هو شكلهم النهائي كما راكم ترون يجو خفاف يجو ما شاء الله نجوز الآن لمرحلة التزيين ديالهم والحشو ديالهم بالنسبة للحشو يبقى اختياري ويبقى على حسب الشيء اللي متوفر عندكم بالنسبة للحشو سنستعمل شوكولات طلاق هنا لا تقيد استعملي أي نوع شوكولات يكون عندك اذا معنا شوكولات ممكن استعملي شوية لكون مربع اي نوع مربع تستعملي حتى شوية عسل هنا في هذا الوصفة لا يهمني الحشو ولا يهمني لديكوراسيون تاعدة البانكيك قد لا يهمني انكم تنجحوا في هذا العجينة المهم انكم تحصلوا على البانكيك يكون خفيف هذا هو الاهم في هذا الفيديو اذا انا نعملهم هكذا بهات الطريقة طبقة فوق طبقة نحشيها بشوكولات طلاق هنا اذا كان عندكم فواكه مثلا موز او فواكه معلبة خوخ معلب مش مش معلب اناناس اضيفوهم بين الطبقة اذا انا هادا وش عندي هنا في الاخير باش نغطي الوجه تاعدة البانكيك اخذت شوية شوكولات طلاق خففتها بشوية الحليب حتى تحصلت على هاد القاوة وضفتها هكذا في الاخير هكذا بهات الطريقة حاول نوزحها باش تسيل على الاطراف كديكور فقط وهنا كلمسة من الفوق باش نكسر شوية اللون البني تاع الشوكولات كان عندي شوية جوز حوالي حبتين فقط او ثلاثة هكذا كسرتهم هكذا فقط باليد كسرتهم خشين مع بعض الحبات من الشوكولات كذلك شوكولات بيضاء وشوكولات بونية لكذلك اللي كسرتهم هكذا فقط باش نزين هاداك الوجه تاع لي بانكيك وهذا هو الشكل النهائي تاع الفطائر دينا ولا لي بانكيك هذا هو الشكل دينا في الاخير كما راكو تشوفو فطائر جي خفيفة اسفنجية وسهلة التحذير واكيد راح نقسم لكم باش تشوفو هاد الفطائر كفاش جاو في الوسط كفاش جاو الداخل هاملك هنا امامكم ستقون يجو ما شاء الله راح يجو اسفنجيين راح يجو خفاف راح يجو مفلت بغريل مفلت ديكخاب مفلت ام بيسكوي يجو متعة وروعة عفوا هادل هادلي بانكيك هادو هدا هو الشكل النهائي ديالهم انا حبيت نقرب لكم باش شوفهم كيفاش جاو متقوبين لداخل جاو اسفنجيين جاو ما شاء الله ان شاء الله حبيبتي تجربهم بهاد الطريقة وحاولت قدما نقدر نعطيكم مقادير مضبوطة باش تجربوهم وتنجحوا فيهم واذا كان تجربتوهم تمنا تشاركونا الصور على الفيسبوك كويزين في باحية الجزائر واذا كان اعجبكم الفيديو شجعوني بلايك اشكركم على حسن المتابعة وطيب الاصغاء نلتقي في فيديو اخر بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة